اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال فيها ان الدعم اللامحدود لسيد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعاه جعل من هذا الصرح العلمي منارة تسابق الزمن للتحصيل المعرفي والاكاديمي على كافة الصعود ما قاد الكلية الملكية للقيادة والاركان والدفاع الوطني للعمل نحو عجلة متنامية لتقديم كل ما من شأنه النهوض بمسوى التعليم الحضاري والفكري والعسكري للوصول الى الغايات المرجوة التي تنهض بمسوى هذا الصرح العتيد للانخراط في عجلة التقدم التي رسم معالمها سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لتكون نبراسا ينير طريق المستقبل الواعد لابناء هذا الوطن وأضاف آمر الكلية في كلمته بأننا نعاهد الله ثم سيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى أيده الله أن نبقى دوما رجاله وجنوده الأوفياء وأن نسخر طاقاتنا ما حيين من علم ومعرفة ومهارات في خدمة قائدنا الأعلى ووطننا مجددين الولاء والطاعة ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يديم على مملكتنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار ثم تفضل صاحب المعالي المشير الركنة شيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم الشهادات على خريجي دورة الدفاع الوطني الثانية والتي شارك فيها منتسبون من وزارة الداخلية والحرس الوطني ووزارة شؤون الإعلام وعلى عدد من المكرمين من خريجي دورة القيادة والأركان المشتركة الثانية عشرة والتي اشترك فيها عدد من ضباط القوات المسلحة للدول الشقيقة وهي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية مباركا ومهنئا معاليه جميع الدارسين بالدورتين تخرجهم بنجاح هذا ونقل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين تحيات وتهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه للخريجين وأعرض صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين في تصريح بهذه المناسبة عن سعادته بتخريج دورة الدفاع الوطني الثانية والدورة الثانية عشر للقيادات والأركان المشتركة المنعقدة في الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني بقوة دفاع البحرين مؤكدا معاليه أن هذا الإنجاز يعد إضافة لنجاحات هذا الصرح العلمي العسكري الراقي المستلهمة من رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه شاكرا معاليه قيادة الكلية وهيئة التدريس على جهودهم الطيبة التي ساهمت في رقي مخرجات الدورات وتأهيل المشاركين فيها وتنمية قدراتهم كقيادات قادرة على صنع القرار في مختلف الميادين وتسليحهم بالمعرفة والدراسات والاتصال والتكنولوجيا الحديثة والنهل من فنون القيادة والتخطيط والتحليل الاستراتيجي وتعزيز مفاهيم الأمن الوطني من أجل المساهمة في مسيرة الخير والازدهار في جميع دولنا وحماية المصالح الوطنية وأوضح صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني توفرت فيها كافة الإمكانيات لتقديم أعلى مستويات التأهيل العسكري الذي يشع بالعلم والفكر والبحث العلمي والعلوم العسكرية والتخطيط والدراسات الاستراتيجية العسكرية التي تخدم احتياجات التطوير الدفاعي في قواتنا المسلحة ليحافظ هذا الصرح على موقعه المتميز في طليعة الصروح العلمية العسكرية في المنطقة وبرك معاليه الخريجين من قوة دفاع البحرين والوزارات والجهات المعنية في المملكة اجتيازهم الدورات بنجاح متمنيا لهم المزيد من التوفيق والسداد كما هنأ معاليه الأشقاء من القوات المسلحة لدول الخليجية والعربية الشقيقة الذين شاركوا إخوانهم في هذه الدورات وتبادلوا معهم الخبرات داعيا من الله أن يوفق الجميع لمزيد من النجاح والتطور لخير وصالح مملكتنا ووطننا العربي وأشار صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى الظروف التي يشهدها العالم اليوم جراء اجتياح فيروس كورونا كوفيد تسعة عشر وما جاء به من أضرار بشرية واقتصادية واجتماعية مؤكدا معاليه في هذا الصدد أن مملكة البحرين ومنذ بداية الجائحة وإدراكا منها لمسؤوليتها الوطنية قامت وبتوجيه سام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بخطوات رائدة استباقية لمواجهة هذا الوباء وأن ما يقوم به فريق البحرين الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله من جهود لها الدور الكبير في التصدي لانتشار هذه الجائحة العالمية وأكد معاليه أن قوة دفاع البحرين مستمرة في دورها الوطنية المخلص ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في تسخير كافة إمكانياتها ومنشآتها الطبية المزودة بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة والكفاءات المتخصصة من منسوبيها في الصفوف الأمامية والذين ما زالت تسطر سواعدهم أبلغ صور الوطنية والإنسانية حفاظا على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين حضر الاحتفال معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وسعادة الدكتور ماجد بن علي نعيمي وزير التربية والتعليم وسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين والملحقون العسكريون من دول الضباط المشاركين